في سعدة تصادت مجموعات من النساء لمحاولة قيادي حوثي السطوة على أراضي المواطنين في مدارية سحارة وأكدت المصادر أن قيادي حوثي يدعى أبو يحيى الغيلي حاول السطوة على أراضي تتبع مواطنين من أبناء منطقة المحيط بمدارية سحارة وأوضحت أن القيادي الحوثي الغيلي المعين مديرا لفرع هيئة الأراضي بمحافظة سعدة قد حملة عسكرية مكونة من عدة أطقم وعشرات العناصر معززين بعربات ومعدات وشيولات وحاولوا السطوة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين وأكدت المصادر أن تلك المحاولة فشلت بعد تصدي مجموعة من النساء لها بالحجارة والعصية الأمر الذي اضطر الحوثي إلى الانسحاب في ظل تهديدات أطلقها تجاه النسوة بأنه سيعود للسيطرة على أراضيهن